سعودية الأوروبية هكذا يعرفها الجميع الفنانة الكبيرة نادية لطفي اللي بيصفها جميع أبناء جيلها بمعشقة الجماهية واللي كانت إحدى نجمات الصف الأول في جميع الدول العربية في وقت كانت فيه السندريلا سعاد حسني وسيدة شاشة فات الحمامة اتولدت الفنانة الجميلة في حي عبدين بالقاهرة وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر سنة 1955 واكتشفها المخرج رامسيس نجيب وهو اللي قدمها للسينما الحقيقي مش نادية لطفي لكن بولا محمد لطفي شافي واللي اكتشفها المخرج رامسيس نجيب واسمها الحقيقي كان صعب وغريب على الجمهور علشان كده قرر انه هو يغيره بقى جات الحيرة وكان رامسيس بيشاهد فيلم لأنام للفنانة فاتن حمامة عن قصة الإحسان عبدالكدوس وكان اسم فاتن في الفيلم هو نادية لطفي فقرر طيق عليها نفس الاسم وفي يوم العرض الخاصة في المهة الأول واجه نجيب دعوة لكل من إحسان وفاتن للحضور وفعلا حضره واعجبه كتير بأداء الفنانة الشبة وشجعها إحسان بقوله انت فعلا نادية لطفي اللي ألهمتني فكرة القصة أما فاتن فهنقتها على نجاحها وقالت لها نسيش ان انت نادية لطفي الحقيقية اتجاوزت نادية لطفي ثلاث مرات كان أكثرهم بقصة هي الزيجة الأولى بعد ما اتجاوزت المرة الأولى من الكابتل البحري عادل البشاري والد ابنها الوحيد أحمد وكان وقتها في عمر العشرين وقرر يسيبها بعد فتر قصيارة وسافر للولايات المتحدة الأمريكية وكندا من أجل جني المال وفقت مضطرة على صفره وعلى أمل بالعودة وبعد سنة واثنين ولكن الزوج بقى سنوات كتيرة يرسلها من هناك وبتحجج لها بأشياء نهاش عقل نادية وهنا قررت أنها تطلب الطلاق وبعد فترة من الوقت وافق الزوج وطلقها عن طريق المرسلة أما بقى الزيجة الثانية فكانت من المهندس إبراهيم صادق شفي الزيجة الثالثة كانت من محمد صابري الفنانة نادية لطفي أحد أكثر الفنانان وضوحا من حيث الموقف السياسي الفنانة الوحيدة اللي زارت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أثناء فترة الحصار السهيوني وقامت الفنانة نادية لطفي بناء المقر إقامتها إلى مستشفى القصر الرعيني أثناء حرب 6 اكتوبر بين الجرحة من أجل رعيتهم وبتقول عن الفترة دي أنها تعتز بها كتير بالأضافة أنها تشعر بالفخر من دورها الكبير في الحرب دي قررت أنه ما يكونش مقتصر فقط على الأفلام السينمائية زهبت الفنانة الصعيدية عن 1982 في رحلة شهيرة للبنان أثناء حصار بيروت وقفت مع المقاومة الفلسطينية وقامت بتسجيل ما حدث من مجازر ونقلته لمحطة تلفزيون عالمية دفع كتير من الصحف القنوات للقول بأن كاميرا نادية لطفي اللي رصدت مقام به السفاح الإسرائيلي في صبرة وشتيلة لم تكن كاميرات بل كانت مدافع رشاش في وجه القوات الإسرائيلية وفضلت نادية لطفي تطوف لشهور بنفسها في العديد عن عواصم العالم عرض مقام به شارون في الوقت ده من أعمال عدائية لكن في النهاية اتوقفت بسبب ظروفها الصحية التي لم تسمح باستمرارها في الأمر ده قررت نادية لطفي سنة 2003 إعداد كتاب وصائقي يسجل الحروب اللي اتعرض لها العالم العربي سنة 1956 وحتى 2003 خصوصا أحداث الهجمات الأمريكية والبريطانية على العراء وقالت للشرق الأوسط إنها قررت إصدار كتاب بيعبر عن رؤيتها كفنانة تجاه الأحداث اللي اتعرض لها العالم العربي حيث إنها بتعبر عن نفسها كشاهد عيان على الأحداث دي مضيفة إنها لم تكن طب الأحداث ولكنها هتتحدث عنها كمواطنة ولفتت إلى إنها ستخصص فصلا من الكتاب للحديث عن دور الفن في الأحداث اللي اتعرضت لها مصر وكيف صور الفن الحروب اللي وقعت على مصر ودور الفنانين في دعم الحالة المعنوية للجنود على جبهة الكتال وقالت الفنانة الكبيرة فوقت سابق إنها تعتكف عن كتابة قصة حياة الفنانة الرحلة أمينة رز منذ مولدها حتى رحلها إذا وقع المجتمع المصري من خلال الفترة دي قررت الفنانة نديلوت في تعيين سيكرتير خاص بها لينظم لها موعيد عملها ويختار لها الفساتين اللي هترتديها بعد إن طلب منها المخرج حسام الدين مصطفى نقص وزنها حوالي 9 كيلو جرام من أجل دورها في فيلم النظارة السودة وفعلا قام السيكرتير بتنظيم موعدها للطعام واختيار الأصناب بالإضافة إلى طريقة ملابسها لتحصل في النهاية على الدور وكان فيلم النظارة السودة من بطولة أحمد مظهر وناديلوت فيه وظهر الفنان أحمد رمزي قضيف شرف وهو من إخراق حسام الدين مصطفى وتم إنتاجه سنة 1963 مجالة الموعد اللي كانت بتصدر في الستناية قصة حول العلاقة القوية اللي كانت بتربط نادية لطفي بسعاد حسني ومدى صداقتهم لكن كان فيه شيء عقر الصداقة دي لما قرر العندليب بدء تصوير فيلم الخطايا واحد من أهم أفلام السيلم المصرية وكانت الفنانتين متحفزين القيام بالدور ده وكانت كل واحدة منهم بتتمنى الوقوف مع عبد الحليم حافز الاختيار وقع على سعاد حسنة ده بقى بدأت حرب بشارسة على العندليب والسندريلا وتداول شائعات كتير حول وجود علاقة بينهم واصلت الشائعات دي حافزة عبد الحليم وقرر بعدها مهدفة جميع رؤساء التحرير من أجل نفي كل هذا وده أصار بقى السياء السندريلا اللي قررت رد الصح صعيل للعندليب والتهرب منه ومن الدور وبعد فتر قصيارة قرر عبد الحليم إن نادية تكون هي البطلة اللي قدامه ولما تعرض عليها اترددت بسبب علاقتها بسعاد إلا هتخسرها لو قامت بالدور لكنها ضحت بكل شيء واختارت الوقوف مع عبد الحليم حافز وقالت نادية لوتفي خلال لقائها ببرنامج لقاء المشاهير أها ما كانتش بتحب الشهرة لكن كان بيجذبها فقط حب الجمهور مشيرة إلى إن الشهرة سلبتها الخصوصية من حياتها بالإضافة إلى إنها تعرضت لشائعات كتير وصفتها بالسخيفة وكل ده كان بسبب الشهرة مع الأحاديث الصحفية والتلفزيونية اللي قامت بيها النجمة الصعادية ما ظهرش ابنها الوحيد أحمد مطلقا وكانت بتبرر ده دايما بإنه بتعلم خارج مصر في أمريكا وترددت بعض الأقويل دخل الوسط الفني إنها كانت بتمانع ظهور ابنها في الإعلان بسبب إعطاءه بعض الخصوصية وبخاصة إنها كانت بتخاف عليه كتير توفت الفنانة نديلوتفي في 3 فبراير سنة 2020 عن عمر يناهي الثلاثة وتمانين سنة بعد ما قدمت على مدار مشوارها كتير من الأفلام ومسلسل وحيد هو ناس ولاد ناس ومصرحية وحيدة هي بنبق الشر الله يرحمها ويرحم الجميع لحد دينا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي ما تنسوش اللايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات أزبكم فرعات الله وأمن وحفظوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة